السلام عليكم ازياركم يا داكاترت سنقول لعملين اي يا رب كلوب خير معاكم زميلتكم اسراء عصام فرقة تانية علاج طبيعي يا جامعي بنا هكون معاكم ان شاء الله في اول محاضرة القبر لمب بارتو نجوز القبر لمب جوزة مهم جدا لانه بيكون اساس لاي حاجة جاي بعد جاءة تخص القبر لمب فلازم نهتم بالمادة ونذاكرها اول باول وما نركبش حاجة علينا كمان اي حاجة هنذاكرها سواء مصل نيرف بلاكسابلاي اي حاجة هنذاكرها لازم نشوف لها اكتر من صورة بحيث نكون متخيلين الحاجة اللي احنا مذاكرها مش مجرد اننا حافظناها وخلاص ساعتها هكون مستمتعة جدا وانت بتذاكر المادة وفاهم كل حاجة فيها بس كده اه حابة ابدأ معاكم حاضر النهاردة بما اقول عزيزة عليها جدا السيدنا عمران عبدالعزيز كان بيقول فيها ايه لو ان الناس كلما ستصعبوا امر انتركوا مقامة للناس يدونيا ويادي مش معنى ان قابلتنا حاجة صعبة في اي مادة او في الحياة عموما نستسلم ونقول لا اخلاص مش عارفين لا حول مرة واثنين وعشرة وبإذن الله في كل مرة انت التسع وتحاول فيها ربنا هيجازيك خير على سعيكم حاجات جديدة خليل دائما نعرف ان مفيش حد بيحاول وجيب سفر في كل مرة انت بتحاول فيها انت تكسبان اه ندخل بقى في موضوع محاولة النهاردة ونشوفها عبارة عن ايه محاولة النهاردة مقسومة لمزئين الويزة الاول هو المصل وزا باك هنعرف ان المصل وزا باك دية اه عبارة عن كزا كل اللير فيها كم مصل كده كل مصل محتاجين نعرف عنها اربع حاجات اه محتاجين نعرف بتاع المصل والانزيرشن بتاعها والاكشن والنوربس البلوي الاجزيلا وهي الجزء التاني من المحضرة محتاجين نعرف الوالز بتاعتها والايبكس بتاع الاكزيلا والبيز والكنتنت محتاجين نعرف كل واحدة من دولة عبارة عن ايه اه نسمى لها كده ونستعين بالله نجيبكوا بادي شابت عندنا ونشوف اول حاجة معنا النهاردة هي ايه المصل وزا باك هنعرف ان المصل وزا باك ديت متقسمة لي 3 ليرز اول لير معنا وهي السيبرفيشيال لير بيكون فيها 2 مصل كبار جدا اول واحدة هي التروبيزيوس تاني واحدة هي الاتيسما ستروزاي التاني طبقه بعد السيبرفيشيال على طول هي السيكند لير بيكون فيها 3 مصل الفيتوريس كابلا ورومبويدس ميجو ورومبويدس ماينور طبعا تعملت ايه اللي اسامل مع قده اللي عمات قولها دي هنفهم دلوقتي هنفهم كل ده دلوقتي السير دي دير ودي ماهاش علاقه بالقابر لير باوي بس عشان تبعافيني المعلومة كاملة ان المصل وزا باي بيكون مبارا عن سري ديرز السير دي دير فيها 2 مصل واحدة اسمها سوريتوس بوستيريور سبيريور والتانية اسمها سوريتوس بوستيريور انفهم عشان نفهم الموضوع بسهولة قوي تعالوا معي نشوفوا انا دلوقتي جبت الباك تمام اول حاجة ظهرت معي هي طبقة اللي اسكين هاشيل طبقة اللي اسكين دي عشان نشوف اللي تحتها بالزبط تمام اهو و يمكنني مصيل معي عضل دي تسميها ايه اسمها الترابيزيوس طب ليه سميناها ترابيزيوس بواسوا دي عضلات كبيرة جدا خاينش أقول لكم عليها اهو احنا سميناها ترابيزيوس عشان هي بتكون شكلها معين او هي شبه المعين ترابيزوي دي يعني معين تمام تاني آآ مصل زهرت معانا هي اللي تسمى الزوزوي دول آآ اهي شاني sign this is a look اه دول آآ اه اول طيو مصل زهر معانا فيه في الطبقة الاول. تمام? هنشيل بقى الطبقة الاولى. هنشيل التربيزيس ونشيل اللي تسمى الزرزان. اهو. ونشوف ايه المسلز اللي تحته. كده احنا خلصنا اول آآ طبقة. تمام? لقينا اول واحدة ظهرت معانا دي. دي اسمها ايه? دي اسمها ليفيتور اسكابا. ليفيتور اسكابا. تمام? طيب. المسل اللي بعد كده. رومبويدوس ماينور. تمام? دي كده تاني تاني مصل موجودة في الطبقة التانية. المصل الثالثة رومبويدوس ميجور. بقى دول السري ماسلز اللي موجودين معايا في الطبقة التانية. هشيل الطبقة التانية واشوف ايه اللي موجود تحتهم. تمام? اهو. ماشي. لقيت ان ظهر معايا اعضلتين كده مشرشرين. فيهم واحدة فوق واحدة تحت. خلينا اشعول لكم عليهم. دي. ودي. دي اسمها سريتوس بستيريور سبيريور. تمام? ودي اسمها سريتوس بستيريور انفيريور. كده احنا خدنا المصلز بتوع الباك السري ليرز وارفنا كل واحدة فيهم شكلها عامل ازاي. بتاعنا تاني. يبقى عندنا سري لير دي اول لير كان فيها الترابيزيوس والتيسماس دورزاي. تاني لير كان فيها الفيتور والرومبويدوس مانور وميجور ودي تالت لير. تمام? اول لير معانا هنبدأ بيه السورفيشيال لير. تمام? واول مصل كانت الترابيزيوس. محتاجين نعرفها ايه? بص اي مصل هندرسها محتاجين نعرفها اربع حاجات. اول حاجة معانا هي الورجن. المصل دي عشان هي كبيرة شوية فهنعرف ان الورجن بتاعها شوية حاجات كتير كده بس هي سهلة بطوكة ان شاء الله. اول حاجة معانا هي الميديل سيرت بتاع بتاع سبيرون نيوكان لاين بتاع الاكسيبيتال بون سنعرف هو ايه دلوقتي. وطلع كمان من وطلع من وطلع من وطلع من ووالسي ساعة ووالسي وصبايا بتاع كل السراسيك فرتبري. اول حاجة احنا طلع منين? قلنا طلع من بتاع السبيرون نيوكان لاين? تمام? ده اكسيبيتال بوم هي الحتة دي. ده اسمها اكسيبيتال بوم تمام? ده سبيرو نيوكال لاين هي طالعة من الميديل سيرد بتاع سبيرو نيوكال لاين بتاع الاكسيبيتال بوني اللي هي دي تمام تمام قولنا كمان تاني حاجة طالعة عطول من حاجة اسمها اكسترنال اكسيبيتال بروتيوبرانس ده اسمه اكسترنال اكسيبيتال بروتيوبرانس تمام بعد كده قولنا طالعة من النيوكال ده اسمه نيوكال ده اسمه نيوكال ده اسمه نيوكال ده تمام طلع كمان من حجة اسمها سي سبعة فرتيبري ومعاها كل الاثناشر سراسك فرتيبري هي طلعة بيهم طلع معهم مع سي سبعة اي مع سي سبعة فرتيبري بعد كده عندنا الانزيرشن هنعرف ان المصل دي مقسمة نفسها لأبر فايبر وميدل فايبر وليور فايبر وهنعرف ان الأبر فايبر طلع من البستيريور اسبيكتوالادرال سيرد بتاع الكلافيكل والميدل فايبر طلع من الميديل بوردر بتاع الاكروميون بروسس بتاع الاسكابلة تمام والابر لين بتاع الكريست وكمان طلع من بتاع الكريست بتاع الاسكابلة عندنا الانزيرشن هنعرف ان المصل دي متقسمة لتلات اجزاء منظمة اكثر من هنا ما شاء الله ما جات تعمل نظامة نفسها هنقسمها لأبر فايبر تمام وميدل فايبر ولور فايبر هنعرف ان كل واحدة فيهم راح تعمل انزيرشن في حتة معينة ادي الابر فايبر راح تعمل انزيرشن فين اللي بتعمل انزيرشن بتاعها في البستيريور سيرفس بتاع الكلافيكل هنعرف ان الكلافيكل دائه متقسمة لل принципе ان تقسمي 3 تلاقي كده ادي اول ثلثي ثلثurationز نغني ودى ثلث ثلثثثثق هنعرف ان المصل داع من التلثة الثالث بشكل الشخص millise有戸ال FEال الميدل فايبر ننطلع متقسمة دي كانت swapped هذه البيل ودى كانت دي من الأفم وسنعرف ان الميدل فايبر طلع من الميديل بوردر بتاع الاكروميون هي طلعة من الميديا البوردر تمام تمام نقل بقى على ايبا ديكات القبر و ديكات اللور عايزين نعرف بقى اللور راح تعمل الانزيرشن فين قال لي ان اللور فايبر راح مسكه في دي سباين بتاع اللي سباين هنلاقي ان اللور فايبر دي كلها راح تمسك فين؟ راح تمسك في بتاع اللي سباين بتاع السكابل تاني عشان حسن انكم تحتوا مني دي اللور فايبر دي الحتة دي هي مسكه في بتاع السباين دي هي مسكه هنا مين اللور فايبر بس كده و احنا كده عارفنا ان اللور فايبر كات مسكه فين؟ الابر ودي الميدل ودي الور. عرفنا ان الابر كانت مسكة فيه في الاسكابلة من اه قدام. تمام? وي الميدل كانت مسكة فيه and lower كانت مسكة فيه? كانت مسكة فيه بتاع اه كانت مسكة في الاسكابلة. تمام? تمام. كده اخذنا وانزرجن هنعرف بعد كده انه كل من دول مش بس ده خاص به. لا ده كل واحد من شميع استخدامها اول سوف تعملها أول حاجة تشارك المتطبخ للسكابلا معها اللي فيتور اسكابلا اللي فيتور اسكابلا واقعها كمان شوية في الم glands اللير التانية وعندنا الميل الفايبر بتعمل ري تراكشن للسكابلا ومعها الرومبودوس للمذيور ولور فايبر بتعمل دي براشن للسكابلا ومعها البيتورياريز ميجور وكمان الفايبر بتاعت الترابيزيا مع السيريتس انتيريور بيعملولي بيعملولي الاسكابلة فيعملولي ابداكشن للارم اكتر من 90 درجة تعالوا الاول نشوف الاكشن قولنا عندنا اول حاجة الابر فيبر بتعمل الاسكابلة بصو ترفع الاسكابلة ملي بتحرك دلوقتي الابر فيبر بتاعت الترابيزيوس بعد كده قولنا عندنا الابر كانت بتعملي ريتراكشن فين الابر مرسو بترجع الاسكابلة الواره ده اسمه ريتراكشن اللي بيعملولي الابر بتاعت الاسكابلة بعد كده قولنا عندنا الابر كانت بتعملي ديبريشن للاسكابلة ديبريشن ده اسمه ديبريشن تمام تمام كمان قولنا مع السيريتوس انتيرور بعملولي حاجة اسمها اوبورد ريتاشن بصو اوبورد ريتاشن هي والسيريتوس انتيريور بعملولي الاسكابلة فبيفعول الارمي زي ما انتو شايفين كده اكتر من تسعين درجة هما الاتنين الفايبرز بتاعت الترابيزيس والسيريتوس انتيريور بعد كده عندنا النيرف سابلاي بتاع الترابيزيس قولنا عن نيرف بيغذيها اسمه سباينل روت اكسيسوري نيرف الاكسيسوري نيرف ده واحد من الكرينير نيرفز اللي جاي من البرين من فوق وهو بالمناسبة صحيح النيرف رقم 11 جاي من فوق وبيغذي الترابيزيس بس متلوم انتعرف ان هو واحد من الكرينير نيرفز نيرف رقم 11 بيغذيلي الترابيزيس تاني موصل وهي تسبب سيرتها اليه تاني موصل في اول حاجة معنا هيا هنعرف ان هي طالعة من الورر 4 ريب طالعة من الورر 4 ريبس اللي هما بيكونوا تحت تمام تمام هنعرف كمان ان هي طالعة من شراكو لمبر فاشيا شافين الفشاة الى ده اسمو لمبر فاشيا تمام تمام ثانية حاجة هنعرف ان هي طالعة من بتاع 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 آآ آآ آخر ستة آآ آخر ستة سراسك بتاعتهم كمان هنعرف ان هي طالعة من بتاع 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 اهو دي خدنا ان هي بيكون لها آآ هي طالعة من بتاع تمام تمام نقول ثاني ان هي طالعة من اآ آآ اآ ريبس وطالعة من اللمبر فشيات해 اللshepha الابيض ده وطالعة من السباين بتاع الا serontيباري نفرق بينragonها وبين اللست اختلامة شوية كانت الترابيزيز طالعة من كل أثان اه طالع من اللور ستة سراسك وب PRI وطلع من الباج بتاع الانجل بتاع السكابلخ تمام تمام احنا كده عرفنا بتاع الانزيرجن هنعرف في انزيرجن بتاعها ان هي راح تمسك في حاجة اسمها جروف بتاع الهيومرس بارتو اخذنا في الساكاشن نحن عندنا حاجة اسمها ده اسمه جروف واخدنا ان هي حاجة اسمها ميديا لب بس اللي تسمس ماشية او مسكة عاملة انزيرجن في الفلور بتاع الجروف ده وكان معاها اللي هي المصل دي هي بتروح بتلف كده حواليها زي ما انتم شايفين في الصورة وتروح تعمل هما الاتنين بيعملوا في الفلور بتاع الجروف تمام تمام بعد كده عندنا بتاع اللي تسمس دورزوي هنعرف ان هي بتعمل للشولدر وبتعمل وبتعمل ميديا لو خدنا بالنا هنلاحز احنا هنشوف ده 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 الوقتي في الاطلس بس لو خدنا بالنا الاكشن ده بيفكركم باكشن اني مصل بالزبط اللي انتم اخدتوه ده بالزبط بالزبط الاكشن بتاع التيريس ميجور تمام تمام تعالوا بقى نشوف الاكشن بتاع المصل دي قلنا في اول اكشن معايا ان هي كانت بتعملي شولدر اياد دكشن اهو ادي الشولدر اياد دكشن بتخليلي الشولدر يقرب منها دي اسمها شولدر اياد دكشن تمام تمام قلنا في تاني اكشن معانا ان هي كانت بتعملي اكستنشن بتعملي اكستنشن للشولدر يبدأ اسمه ايه شولدر اكستنشن تارت اكشن معانا ان هي كانت بتعملي اいます ميديا الروتيشن معاهي كمان من قدام بهدا sie بسبب فصل مان Kapi knife جم‌ان تعمل ميديا الروتيشن ماء تخيالين نواعه انا كده واحد احنا ل구� entschieden اياد دكشن و ميديا روتيشن فضل لنا النيرف سابلاي بتاع بتاع الهاتسماس دورزاي هنعرف ان النيرف اللي بيغازيها اسمه سوراكو دورزيون نيرف سي ستة و سباحة و ثمانية من البستيريور كورد بتاع البراكيا البليكسس ده بعد ما شوية محاجة كل شوية اسمع براكيا البليكسس مش عارف ايه براكيا البليكسس بصبروا محاضرتين بكتر اوي هتاخدوا هنعرف ان البراكيا البليكسس دي حاجة اسمها دفيرة عصبية تكون عبارة عن وي ترانك وي كورد وي برانشاب بقى في الاخر تمام تمام هنعرف ان سوراكو دورزيون نيرف ده طالع من سي ستة و سبعة و ثمانية انا حاول افهمها لكم على قد ما اقدر بس انتم هتاخدوها بالتفصيل يعني كمان محاضرتين تمام تمام يعني ايه طالع من سي ستة و سبعة و ثمانية من البستيريور كورد بتاع البراكيا البليكسس ادي دي الكوردس بتاع تمام تمام عندنا ميديا الكورد سوراكو دورزيون نيرف طالع من البستيريور كورد تمام بستيريور كورد ده جاي منين بالضبط جاي من سي ستة بصوح ادي بستيريور كورد جاي من سي ستة و سي سبعة و سي ثمانية بس اعرفوا كده بس لاكتر ولا اقل لحد ما داخدوه بعد كده عندنا هنبدأ بقى في الديب لير بتاع الباك كده خلصنا السي بروفشي لير كان فيها تربيزيوس و لا تسمى الزور زوية بعد كده عندنا الديب لير اول ماصل معنا هما تلات الماصل صغيرين كده وسهلين ان شاء الله اول واحدة معنا هي الفيتوريس كابل نعرف الارجن بتاعها كالعادة الارجن بتاعها طالع منين قال لي هي طالع تخيلوا كده تعالوا نتخيل مع بعض هيا طالع منين قال لي طالع مين بصو هذا الماصل لهي تعال ان اقل اولي قرصي قال ان هيا طالع منين طالع من سي واحد زي ما احنا شايفين واثنين واثنين وثلاتة واربعة منين بالظبط الحتة اللي بره دي اسمها اسمها بالترانسفيرز بروسيس سي تاسمบ بصوصي بتاع سي واحد واثنين وثلاتة واربعة فرتيبر تمام تمام ده اللي أنا شايفها قدامي ده الورجن ها شايفها قدام تعليق انا شوف ان يكون في حاجة تانية اهو طالعنا بتاع الابر سيرفايكا الفيرتيبري واحد واثنين 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 بس الحمد للان فيش حاجة تانية طيب راحة تمسك فين بقى الانزيرشن بتاحها طبعا ادي الاسكابلا بسوخ ها نجيب اسكابلا اوضح شوية ثانية واحدة اهو دي الاسكابلا احنا خدنا فلسكاشن ان اسكابلا ديت ليها ااا ميديل بوردر ك Lebiharها اسمها هاو او يقول كنم اهو قاولنا ان هي فيها سريع وانفيريور كثير وانفيرور كنم عائل العائل قال لي ان هي طلعه كنم زرولان تامى نستخدمها You shifat مشان الوصف البخير واخذzub feu اقتصب الوصف بدأ ممالذ Gill لحضر اقتصب الوصف تحت من ناحية من ناحية الباك الباك أو الباك الميديا البوردر من ناحية الباك أو الباك الباك بعد ذلك قلنا عندنا فضيل أكشن لكن الدكتورة مساهلة عليكم خلص السنين يحطيكم أكشن واحد الباك المملكة ترجمة في الموجود لكن ناحية الباك المملكة من البراكيال بليكسوس من البراكيال بليكسوس طالع من البراكيال بليكسوس تمام نتخلي بالنا ان هذا هو نفسه اللي يغزي هو نفسه اللي يغزي الثلاث عضلات بغزوم نيرف واحد وهو دورزل اسكابلل نيرف سي خمسة اللي طالع من البراكيال بليكسس نحن كده ضمن نيرف سابلل لطوم ماصم الزليجيين هم كمان هم كمان دورزل اسكابلل نيرف سي خمسة بعد كده عندنا تاني ماصر هي الرومبودوس مين الرومبودوس دي يعني حاجة زي متوازل اضلع كده اهاي انا شبه متوازل اضلع كده متوازل اضلع صغير هنعرف بقى الارجن بتاعها طالع منين طالع من الاسباين بتاع C7 و T1 يعني اخر في السيرفايكل اللي هي C7 واول واحدة في السراسك اللي هي T1 طالع منهم من الرومبودوس مينور تمام تمام بس كده طالع من الاسباين بتاع C7 و T1 طائم بالنسبة للانزhojan اه من قبل ما نقول انزhojan طالع من سنضغط بس من الوضع قبل ان اقوم بتجليل سنضغط بس من الوضع سنكمل من تحت الوضع سنعرف انه سنضغط بس من الوضع من الباك بتاع الميدال بوردر بتاع الاسكابلا هي طلع من الباك بتاع الميدال بوردر وصاد الاسباين شفتوا زي اذا ازاي صاد الاكشن كالعادة اكشن واحد بتعمل ريتراكشن لالاسكابلا سنجيب الاكشن ده دلوقتي دعال نجيبه اهو هي داكاترا دي اسمها ايه؟ دي اسمها ريتراكشن of the scapula بيعملها لي الرومبويد وصاد الاسميشور مع بعض حتى هنعرف اصلا ان الرومبويد وصاد هي كمان نفس الاخشن بتاع الرومبويد وصاد الاسميشور الاثنين بيعملوا الريتراكشن للاسكابلا زي احنا شايفين تمام كده خلصنا الاكشن ونرفوس ابل ايه يقولنا ان هم التلاتة اللي هم التلاتة ورومبويد وصاد الامبويد وصاد الاسكابلا فضل لنا ايه فضل لنا نعرف الارجن بتاعها طلع من ايه طلع اول زي ما انتم شايفين تي اتنين لحد تي خمسة احنا كنا اخذنا ان كانت واخدة سي سبعة اخر واحدة في السيرفايكل زي ما انتم شايفين ويبقى سي سبعة وتي واحد قامت بقى مكملة من بعضها على طول من تي اتنين لحد تي خمسة اوخدا اهو من تي اتنين لتي خمسة بتاعها زي ما قلنا وهنقول تاني احنا عندنا من هنا من الى عدى السبائن طالع عندي ال ماينور ومن تحت ال الى عدى الانجل كان عندي Dieu من الباك بتاع الى um من عند الرو complimentary بتاع اسبين لحعدة authority. ااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا قولنا في الاكشن برضو ان هي بتعمل نفس الاكشن بتاعي من брombodes minor بتاعمل ريتراكشن ل الكتنار وهم الاثنين نفس الاكشن. وبردو نفس النريف صوب لاي بتاعي ن Anchors door to theritis نفس الاخوات يعني الاثنين كده تحسوهم اخوات شواء بعض في الاخوات وفي الانسيرشن هتلقوم تحت بعض على طول مكملين بعض في الانسيرشن نقمك ثانية واحدة مكملين بعض في الارجن ومكملين بعض في الانسيرشن مكملين بعض في الارجن كانوا طلعين تحت بعض وفي الانسيرشن كانوا طلعين تحت بعض على طول نجي بقى للجدول ده عندنا الجدول ده ملخص ملخص عشان نلخص بسرعة كده عندنا الثلاثة كان لهم نفس النرفيس بلاي نجي عند الانسيرشن نفس الاكشن اللي اتنين كانوا عملون ريتراكشن للأسكابلا هنلاحظ ان الانسيرشن هتلاقها مستقلة نفسها لها الانسيرشن لوحدها واكشن لوحدها تعمل لي الارجن بتاعها طلع من الانسيرشن كانت طلع من فوق من عمد الانسيرشن كانت طلع من فوق من عمد الانجل لحد الانسيرشن كانت طلع على طول من هتكمل بقى بعد المايدور متيت نيل لحدة تي خمسة طلع من نيل من عمد الانسيرشن لحد الانجل كده محمد لله خلصنا المسلز بتاعت السوبر فيشل لير تمام؟ والمسلز بتاعت الديب لير وعرفنا كل واحدة فيهم ارجن وانسيرشن واكشن ونيرفو سوبلاي بعد كده عندنا الأجزلة اللي هو الجزء التاني من المحاضرة ما هي الأجزلة؟ هذه الأجزلة عبارة عن تي شوز بيس ما بين الأبر بارد بتاع الشست والأم هذه الشست و هذه الأم هي موجودة من فراغ ناسيجي تي شوز بيس تمام؟ بتكون برامدة الانسيرشن بيكون على شكل هرم زي ما عارفين الهرم بيكون لي اي بكس بيكون لي بيس بيكون لي وولز جدرون ميديا الوول لوترال والانتيريور وستيريور هناخد كل واحدة من دول بالتفصيل مهاكترات ثانية مهاكترات ثانية و لا مجدد نعرف مهاكة مهاكترات الزين مهاكترات Above Wall مهاكترات الزين ترى الزين مهاكترات الزين تقوم بتعفيز الزين اي حاجة هانا اخدها او موزم الحاجات اللي هانا اخدها في الاكزيلة عبارة عن 3 حاجات اول حاجة عندنا اول خمسة معنا بعد كده عندنا الانتر كوستل مصرز اللي هم دول 1 2 3 4 5 بحتى م least الابر باورت المتعلن معنى 9 حاجات اللاترة الول قدتنا ان الابر باورت المسيحة الابر باورت المتعلن يكون حتى 3 حاجات هيا معنى الابر باورت المسيحة سيكون هذا رسل gjort with the guide ويكوند شورت هيد وorm head شورت هيد هي داخلة ويكوند حاجات نقول الثاني كده بسرعة الميديا الهول كانت عبارة عن الماصل اللي لدينا بينهم بعد كده عندنا الانتيريور هول عبارة عن اربع حاجات بس احنا هنخليهم متلقي هنحاول نحط رقم اثناء شرط ده في النص هنقول ايه ان الانتيريور هول ديت عبارة عن سري ماصل وطبقة فاشة جميعنا وطبقة فاشة الظاهرت معانا كانت البكتورياليز ميجور ميجور الى تحتى البكتورياليز مsuspenseful وماسل الىها s 1948 معانانف م Presentaster معانا طبقة فاشة اسمها again ده نوع ما موجود العش pudduf ail الانتيريور هول عبارة عن سري ماصل وفاشة بعد ذلك عندنا البستيروولد دلوقتي دي كده ايه ؟ دي الاسكابلة دي الاسكابلة من قدام او من وراء ؟ والله معروف وديهيا زي ما اخدنا في الستاكاشن اللي بيميز للاسكابلة قدامها من وراء انتو شافي هنا اسباين ؟ مافيش اسباين اهو الاكرومين ده جاي من وراء فكده احنا قدام وكده قدام والاكرومين ده جاي من وراء قال لي ان البستيروولد دي كمان بعمل حالي سري ماسلس اول حاجة الاسمسل ويهه يحنا قلنا لسا شوية كنا قلنا قلين حكيات التيريز ميجور ولا تيسمس تمانهم الهدنين اللي تيسمس متلف حوليه يبعى عندنا التيريز ميجور موجودين في البستيروولد اهو دي صورة نجمع عن كل الوولس قلنا عندنا هنا انتيريور وول وعندنا هنا انتيريور وول وهنا كان ميديل وهنا كان لاترال نقول ثاني سريعا كده والأنتيرول الولكان عبارة عن باكتراليز ميجور ومينور وصاب كليفيوس وطبقة اج كان لدينا السابس كابيلاريس كمام وي التيريس ميجور وي الاكسماس دورزان كان لدينا قدام ايه نحن فكره مش باني هنا في الصورة كان لدينا السيراتس انتيرو الابر بارت منها كان لدينا الابر فايف ريبس والانتر كوست المسل نسئلم بينهم دي كده كانت ميديال ناحية لاترال كان عندي ثلاث حاجات برضو بس همه مش بانين هنا في الصورة كنا قلنا الابر بارت بتاع الهيوموروس والكراكو براكياليس ومعاهم الشورت هيد بتاع البيسيبس بعد كده عندنا الابيكس دي كده الابيكس طبعا انت تقولي انا مش متخيل على اصلا مش عارف ايه دين انت دلوقتي جايباني ايه اصلا احنا دلوقتي فوق ولا تحت ولا بسس علامة الجنب ولا جايبها منين يعني دي تطلع الابيكس مقاني زاوية بالزبط بصو فعنا نجيب لكم الصورة اللي كنا جابناها من شوية وبعد كده نرجع للصورة اللي زانية هتبقى فاهم كل حاجة بصو احنا قولنا باقيه بالصورة دي قبل ما جاء نتكلم اقول لكم دي كده الابيكس فينش بيشاور دي كده الابيكس تمام هتلاقي ليه حولها بول من كل الناحية بيكون على شكل مزلس كده تمام اهي دي كده الابيكس اهي اللي هو الحكة البيضة دي ليه حولها بول من كل الناحية تمام تمام سوف نريد الصورة اخرى هذه هي ابكس الصورة اللي كنت جايبها لكم كانت ابكس بص عليها من فوق جاي من ناحية من هنا نرجع له الصورة تحتنا ان شاء الله سيكون متخلطها معي ابكس بص عليها من فوق كما قلت لكم ابكس بص عليها من فوق قلنا تكون ترانجولر المسلس تمام تمام الباوندرس بتاعتها بيكون لها سري باوندرس انتيور وبستيريور و ناحية ميديال دي كده الكلافيكل من قدامي طيب انا الجزء في الكلافيكل عامل لي الباوندرس بتاع الايبكس قال لي الميديل سيرت احنا قولنا الكلافيكل تلاتة 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 ناحية ميديل لإبيكس losecable 2 but קدامي باوندرس ال dumpster احصار في صورة سيريور باوندرس الجزء لي باوندرس لخضيرة تلاتة لكلافيكل ولخلال السيب وال الخضر و فشين plante باوندرس الجزء من الم لنفهم كل كلمة مش عارفة الريكوردي مش راضي اشتغل ليه في الاطلس فقا خدت سكرين شوت لحتى اللي كنت عاوز اشرح لكم و تعالوا بقى ايه نشرحها هنا في الباوربوينت كنا قولنا ايه بقى كنا قولنا ان الايبكس بتاعت الاكزيلا تعمل لي حاجة اسمها سيرفايكو اكزيلي كنال جاية من بتوصل لي ما بين الاكزيلا والبستيريور ترينجل بتاع النك دلوقتي احنا عندنا دي كده الايبكس انا بص عليها من فوق ده مسل اسمها استيرنو كلي HybridÉ يحتوي على معارات الانتيريور ترينجل ،بستيريور ترينجل دوميس season 30 السيرفايكو اكزيلي كنال السيرفايكو اجزيلا ريكانال ديت معناها ايه قناة عنقية ابطية يعني قناة جاية من النت من فوق للأجزيلا من تحت تمام تمام قال لي القناة دي معمولة معمولة عشان يعدي فيها بصو اهو عشان يعدي فيها البلاط فيسل والنرفات من من النت من فوق التحديد للأجزيلا من تحت اهو عشان يعدي فيها البلاط فيسل والنرفيس كمان قال لي ان هي الباوندرز بتاعت القناة ديت بتكون بوني تبرتكت اس استركتورس احنا لو بصنا هنا بصو اهو متحواطة ببون من كل ناحية اهو متحواطة ببون من كل ناحية عشان طبيعي لان البيسل دي مهمة جدا موصلة لي بين جزئيم وميت جدا ما بين النت من فوق والأجزيلا من تحت تمام فطبيعي نحن نكون محواطنها ببون من كل ناحية من كل ناحية عشان ما احصلش عليها كومبريشن او تنضغط او كده فلازن نحوطها مبون من كل ناحية تمام تمام بعد كده اه عندنا البيس بتاعت الاجزيلا البيس ديت هي الجزء اللي بيبقى تحت بقى تمام وبيبقى مجمع ما بين كل الوولز بتاعت الاجزيلا بتنتهي بقى فين بتنتهي عند البيس تحت تمام تمام البيس ده بيكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن طبقتين طبقة اسكن وطبقة فاشي بس كده اه بعد كده عندنا الكنتنت بتاع الاجزيلا دي اخر حاجة في الاجزيلا هم تمام حاجات بس كانوا لازم نحطوا مع بعض كده وما سهلين جدا مفهمش اي حاجة ايه الحاجات الي ماشية جوه الاجزيلا دلوقتي كده ديت الولز تاعت الاجزيلا ميديل ولاترل hurt الخ لكني عاديه يحاجبوا نعرفها ايه الحاجات الي ماشي هنا جوه الاجزيلا قلي اول حاجة عندك اول حاجة عندك او اهو هنا بيكون ماشي الاجزيلا الاجزيلا Charlize crist contemporary اذ كده مشوية لهو من Whatsapp فنوت بكون موجودين في السatarGO سوف نعرف ان البريست بيكون طالع منه تيل بيبقى من ضمن محتويات الاكزيلا سوف نعرف ان البريست بيكون طالع منه تيل بعد ذلك عندك الانجر نحن اخذنا النيرف اللي كان بيغزي السيريتس هو كمان من ضمن محتويات الاكزيلا بعد ذلك اخر حاجة انتركوستو براكيان نيرف ده نيرف جاي من انتركوستال نيرف يعني نيرف ماشي ما بين الضلوع فمسمي انتركوستال نيرف قال لي ان النيرف ده بيعدي بيعمل كروس للاكزيلا ويروح للاكز بتاعتها ويغزي الفلور او الباز بتاعتها تمام تمام يبقى ممكن يجي اسألني في حتة دي يقول لي ايه النيرف سابلاي بتاعت الفلور هتقول له الانتركوستو براكيان نيرف اللي هو برانش من مين برانش من الساكند انتركوستال نيرف يبقى ثاني الكنتنتس بتاعت الاكزيلا نقولها بكل سهولة عندنا إيه النيرف كمان عندنا نيرفين كمان عندنا نيرفين للينتركوستو براكيان نيرف كمان عندنا نيرف نيرف جدا خلصنا كمان فضلنا 3 حاجات فضلنا الاخزيلا بتاع الواتح ناخد معهم الكورديس بريكيا البلاكسوس كده خلصنا الأجزلة كلا. تعال نرجع عليها كده سريعا قلنا عندنا دي كانت ميديا الول دي كانت لاترال الول دي كانت انتيريور دي كانت بوستيريور قلنا في الانتيريور وال كانت عبارة عن اي كانت عبارة عن الابر فايف ريبس هو مش موجودين هنا على راسل الابر فايف ريبس ومنحية دي كده و كان عندنا الانتر كوتسال ماسلز اللي كانت ما بين الربس دي وكان عندنا أبر بيرت السيريتوس انتيرو دي فهو كانت الميديار واللترول بعد كده دخلنا على الاترال واللترول قلنا كانت عبارة عن أبر بيرت من الهيومروس كانت واخدة أبر بيرت من الهيومروس وبذا كانت واخدة الكراكو براكياليز مصل وكان بعدها قلنا عندنا البايسيبس الشورت هيت بتاعة البايسيبس كده خلصنا الانتيريور والد وكانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن البكتراليز ميجور بعدها قولنا عندنا بكتراليز ماينور وبعد كده كانت عندنا هم كانوا مصر و واحدة فاشية تمام فضلينك كده مصر اللي هي الصاب كليفياس مصر تمام هي مش موجودة تقريبا هنا على الرسمة فنعرف ان كانت الانتيريور والد وكانت عندنا طبقة فاشية كلافي بكتراليز ميجور بعد كده دخلنا على الوستيريور والد وكانت عبارة عن السابسكابيلاريس مصر والتيريس ميجور واللاتيسما دورزايا وبعد كده اضبتنا الابكس قولنا قولنا الابكس كانت التيلة كانت عندي الابكس الاليزم بالقاح بتاع الكلافيكل لدينا هذا humanoضي أيد قولنا عندنا ناحية ميديا اللي كان عندي الت Ger zip وقلنا عندنا ر كان لدينا السبيريور بوردر بتاع السبيريور بوردر لناحية بستيريولي تمام تمام كده الحمد لله هنا محاضرة النهاردة اتمنى من ربنا تكونوا فهمتوا واستفدتوا واكون قدرت اوصلكوا المعلومة على قد ما اقدر لو عندكم اي سؤال على اي حاجة تقدروا تكتبها في الكومنتات ونحن هنرد عليكم كمان في تحت الفيديو في الديسكريبشن في لينك البيتج بتاعت نجاح في لينك الداتا في كمان لينك الفورم تقدروا تكتبه في اه لو عندكم اي نجد اي كومنت على اي حاجة اي سؤال اكتبوا اللي انتوا عاوزينه واحنا ان شاء الله هنرد عليكم واخيرا السلايات اللي خلونا بنحبها شكرا لك يا كاتر